انذار بالإخلاء تبعه قصف جوي مكثف على منازل المدنيين بدعوى وجود مسلحين وعشرات الضحايا بين قتيل وجريح هذا هو ملخص المشهد الأمني في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة هجمات دامية أجبرت عددا كبيرا من السكان على الخروج مع أطفالهم بحثا عن أقرب نقطة آمنة لكن عملية الخروج نفسها ليست آمنة فالآليات العسكرية متمركزة على مداخل المخيم والقناصة ينتشرون على أسطح المنازل بينما لم تزل الطائرات المسيرة تجوب سماء المخيم منذ بدء العدوان ليس ذلك فحسب بل تعرض عدد من النازحين لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي خلال محاولة هروبهم من أحد شوارع مخيم جنين وسط حالة من الرعب بين صفوف النازحين لا سيما الأطفال في مشهد يتذكره الفلسطينيون حينما خرجوا من بلداتهم وقراهم خلال نكبة ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين بحثا عن أماكن أكثر أمنا وفي ظل استمرار تحريض اليمين المتطرف الصهيوني على جنين ومخيمها ومقاومتها من جهة وتصاعد حدة الاحتجاجات ضد سياسات حكومة نتنياهو الداخلية من جهة أخرى لم تجد تل أبيب حلا سوى تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق على المدينة العملية العسكرية في جنين جاءت بعد أيام من هدوء حذر ساد الضفة الغربية عقب إطلاق نار أدى إلى مقتل أربعة مستوطنين في مستوطنة عيلي وما تبعها من سلسلة اعتداءات وهجمات للمستوطنين على الفلسطينيين كما تزامنت العملية مع دعوات معارضين نتنياهو إلى تظاهرة واسعة وإغلاق مطار بنغوريون احتجاجا على مضينة نتنياهو وحكومته بمخطط إضعاف القضاء كما يطلق عليه ما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت العملية لكن محللين أرجعوا قرار الهجوم على جنين إلى تعاظم قوة مقاومتها المسلحة التي كبدت الاحتلال خشائر فادحة